أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الشيخ سلمان الحمود الصباح أكد أهمية تعزيز جهود الدولة في الجانب الثقافي بما يحقق تطلعاتها وتعزيز الهوية الوطنية وخلال كلمتي له في الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لمناقشة جدول أعماله للعام الحالي أضف الوزير الحمود أن للثقافة دورا كبيرا في بناء العقل والإنسان المنفتح والذي يسعى لتحقيق مصلحة وطنه وإنجازته سأدني حقا أن ننطلق معه بداية عام 2017 بجدول أعمال حافل لتعزيز جهود الدولة في الجانب الثقافي وتطوير دور الثقافة ونشرها بما يحقق حين تطلعات الدولة من خلال تعزيز الهوية الوطنية وأيضا الاحتمام بالثقافة في بناء العقل والإنسان المنفتح الذي يسعى لتحقيق مصلحة وطنه وإنجازاته كل هذه الأشياء لن نستطيع أن نحقق أي إنجازات تنموية بدون أن يكون لدينا جهد ثقافي بناء في هذا الجانب أتمنى من إن شاء الله جهود المجلس وعضاء مجلس الإدارة السعي لتطوير هذه الحقيقة الاستراتيجية التي أطلقتها المجلس الوطني منذ سنوات والعمل بشكل أساسي لتطوير جوانب أساسية أهمها التشريع ووضع قوانين تحمي العمل الثقافي في كافة أنواعه وتطوره اشتركوا في القناة